اشتركوا في القناة وانتظام هذه المسابقة خلال الفترة القادمة ودور النادي الاهلي في الفترات الاخيرة من حيث انتظام المسابقة والشروط المسابقة وازاي نحافظ على شكل وتنظيم مسابقة الدوري خلال الفترة القادمة كله بيكلم في اجتماعات حصلت خلال الساعات القليلة الماضية والرؤية بالنسبة للمرحلة القادمة لكن قبل ما اتترك لي خطاب الوزارة الى اتحاد كرة القدم او حتى بيان اتحاد كرة القدم بالنسبة للمرحلة القادمة والقرار الرسمي الذي صدر منذ دقائق قليلة بتأجيل مسابقة الدوري العام لما بعد بطولة الام الافريقية تحت 23 سنة يعني توقف للمسابقة حوالي 35 يوم خلال الفترة القادمة لكن في جزئيات مهمة جدا لازم نتطفق عليها ولازم نضحها كخطوط عريضة بالنسبة للمرحلة القادمة ليه؟ لان المرحلة الجاية محتاجة نأكد على تفاصيل ومعاني مهمة جدا هذه التفاصيل وهذه المعاني مش عايز اقولها تكون دستور في التعامل خلال الفترة اللي جاية لا هو هيكون دستور في التعامل ما بين كل المنظومة او اطراف المنظومة مع بعضها لان كلنا بلا استثناء جزء من هذه الدولة النادي الاهلي جزء من الدولة والنادي الاهلي كمؤسسة من المؤسسات الكبرى جزء من الدولة المصرية وهناك تقدير كامل جدا من النادي الاهلي للدولة المصرية وهناك تقدير كامل جدا من دور النادي الاهلي للدور الرياضي والدور الوطني في الفترة الحالية وفي الفترة القادمة او حتى في الفترات الماضية وأحد هذه الثوابت المهمة جدا في التعامل ما بين الأطراف في هذه المنظومة أن الدولة كمان بتعي اهتمام كبير جدا وتدي اهتمام كبير جدا للأندياء اللي هي دور في المحافل الرياضية وفي الوسط الرياضي لأن الأندية دورها الوطنية كمان بتخرج أبطال ولاعبين رياضيين بيمثلوا منتخبات بلادهم وبيمثلوا المنتخب الوطني في مختلف الألعاب الرياضية الهدف من الاجتماعات والهدف من الأحاديث خلال الفترة الماضية إن الكل كان بيبحث عن حل محدش بيحاول يدعي دور البطولة والنادي الاهلي عمره ما ادعى دور البطولة النادي الاهلي كان هدفه انه يبحث عن حل لإقرار النظام للمسابقة الاهم والاغلى في الكرة المصرية والهدف كمان اللي انت لازم يكون عندك رؤية محددة بالنسبة للمرحلة القادمة على فكرة احنا بنلعب كرة والكرة اصبحت صناعة والصناعة جزء كبير جدا من ميزانيات دول كرة القدم والصناعة دي جزء من ميزانيات دول كبيرة جدا لكن في نفس الوقت وحنا بنلعب الكرة او بنلعب الرياضة هو التنافس جوه الملعب التنافس مش برا الملعب اي حد بيفقر يلقل التنافس ده برا الملعب ده شأنه لكن احنا كنادي اهلي او كنادي اهلي كمؤسسة رياضية بتلعب رياضة او ابطالها بلعب رياضة عشان يحققوا المنافسة او يحققوا المكسب جوه الملعب جوه اطار الملعب جوه اطار ملعب كرة القدم فوز ببطولة فوز بسلاس نقاط تحقق الهدف والرغبة اللي انت بتلعب عشانها وحتى المبادئ وانت بتلعب بتطبق مبادئ الفيربلي لكن ما خارج الملعب انت بتحاول تطبق نظام او بتحاول ان انت بتغضع لنظام انت ماشي عليه لو انت كمؤسسة الرادية كبيرة شايفي النظام ده فيه مشكلة بتقول كلمتك لانك نادي كبير وكلمتك هنا للمصلحة العامة مش لهدك في الشخصي اه انت طبعا النظام ده هيفيدك كنادي لكن في نفس الوقت المصلحة العامة الدولة عارفة بالتأكيد دور النادي الاهلي في هذا الموضوع بشكل جيب جدا ويكون دور كل الاندية اللي دايما بتخرج لعيبة وبتبرز نجوم وابطال بيمثل المنتخب الوطن في مختلف الالعاب كرة القدم تحديدا هي اللعبة الشعبية الاولى في مصر وكرة القدم تحديدا من الاهداف اللي الدولة الفترة الجاية بالتأكيد بتاعي لها اهتمام كبير جدا لان هذه المنظومة مهم جدا نحن نحافظ عليها ونعمل لها ترتيب واعادة ترتيب الاوراق من جديد وفي جزئيات مهمة جدا عشان نرتقب اللعبة والدور ده بقى مش دور الدولة او دور المسؤولين دور الدولة او دور المسؤولين في حاجات جسيمة يعني ربنا يكون فعونهم ومسؤوليات جسيمة ربنا يكون فعونهم انهم يقدروا عليها خليل الفترة الجاية لكن في نفس الوقت احنا كرياضيين او حتى كيعلام رياضي ماينفعش كلنا دور سلبي في هذا الملف ونقع على عاطقهم ادوار اكتر من الادوار التانية يعني الدور الرياضي ده دور انت بتتكلم فيه اللي انت فيه رفاهية للشعب فيه رفاهية للناس اللي بتلعب رياضة بتلعب كورة ففي نفس الوقت لازم تقوم بدورك عشان المجال ده يكون مفيد للبلد بشكل عام مفيد لصناعة اللعبة بشكل خاص وكمان يطور اللعبة بشكل جاية في الفترة اللي جاية الدور ده عشان اتكلم فيه مهم جدا ان القائمين على تنظيم هذا الموضوع يقوموا من مسؤولياتهم بمعنى ايه ان الدولة في حد ذاتها لما بتلاقي مشكلة او فيه خطأ اداري في موضوع زي ده وممكن يتطرق لأسام كبيرة كأهل كزمال كجمهور بتحول تحل الموضوع عشان الهدف في النهاية ان الدنيا تبقى هادية وفي نفس الوقت الناس تشتغل والناس ازاي تفكر في اعلاء مصلحة اللعبة والفترة الجاية يكون فيه هدف ايجابي من اللعبة اللي احنا بنلعبها لعبة كورة القدم والشكل وتنظيم الدوري جزء او اساس من جزء عمل اتحاد كورة القدم والاتحاد المصري لكورة القدم عليه خلال الفترة القادمة ان هو يعي جيدا هذا الدور وهذا الموضوع عشان دايما يكون فيه انتظام للمسابقة ودايما يكون فيه دور مهم جدا لحل هذه المشكلات في الفترة اللي جاية والمشكلة لما حصلت مبكرا انا بعتبر اللي من العناصر الايجابية اللي ظهرت ان احنا هنضع دستور او ميساق في الفترة اللي جاية ان الكل اللي هيكون حريص على انتظام المسابقة وعدم التلاعب بجدول الدوري او عدم التلاعب بالمباريات واللي كل يكون حريص ان يكون المباريات ماشية بنفس الترتيب وكل مباراة في نفس توقيتاتها وكل المباريات في نفس موعدها مهم جدا احنا نتكلم على ده نقول كمان ان الكلام ده عشان يتحقق في الفترة اللي جاية محتاج بقى ان الجميع يتكاتف لتنفيذ هذه الموضوعات في الفترة اللي جاية النادي الاهلي كان هدف ان هو المسابقة تكون منتظمة والاهلي هدفوا ان المسابقة تكون منتظمة عشان في النهاية ده هيسري المسابقة بشكل كبير المسابقة دي لها مداخل مالية كبيرة جدا والمداخل المالية الكبيرة دي هتلقى بشكل ايجابي او هتكون هدفها رايح لكل الاندية المداخل المالية الكبيرة دي تتوزع على كل الاندية لما المسابقة تكون موعدها منتظمة موعد البس الفضائي موعد المباريات في البس الفضائي هتكون مصبوطة حقوق الرعاية هتبقى مظبوطة موعيد وانتظام المسابقة خلال الفترة الجاية ده بالتأكيد هيفيد الناس في مسألة الرعاية والبس الفضائي والحقوق التجارية والتسوقية وبيتلي المسابقة لفسها سعرها وقيمتها هتزيد كل ده في النهاية احنا بنتكلم في مصابقة أو حقوق تجارية أو بطولة لازم نهتمي بها بشكل كبير وعشان نهتمي بها بشكل كبير لازم نحط لها نظام عايز اوصل لك رسالة ان مفيش حد بينتصر على حد لكن الهدف ان النادي الاهلي كان بدأ فيه هذا الموضوع انه كان عايز يحط نظام للمسابقة كان عايز يقول لا مش عايزين نغلط نفس الاخطاء اللي حصلت في الدورة المسلم الماضي مش عايزين نتقرر العشوائية اللي حصلت الفترة الماضية وفكرة ان النادي الاهلي هيلعب مباراة او مش هيلعب مباراة هي مش مسألة عند هو النادي الاهلي كان هدفه ان فيه نظام محطوط لجدول المباريات والدورة تحديدا او قرة القدم تحديدا لازم يكون فيها نظام واللي عايز يبصوا على النظام او اللي عايز يعرف النظام ده ماشي ازاي ما يروحش بعيد يعني الموضوع قريب مننا او يبص الاسبانية يشوف لغاية اللحظة دي ازاي الاتحاد الاسباني والليجا الاسبانية بيفكروا ازاي يحطوا معاد مناسب لمباراة الريال وبرشلونة بعد قرار التأجيل خلال اليومين اللي فاتوا لدرجة ان وصلت لمرحلة ان حتى الاتحاد الاسباني والليجا ادوا مهلة زمنية كانت يوم الاثنين الساعة عشر الصبح وما تدوها النهاردة لغاية التلات الساعة تسعة يعني المهلة بالضبط تنتهي بعد حوالي ساعة الى عشر دقائي لتحديد موعد مناسب ولما قالوا ساعتها لازم نحط معاد مناسب ده لهدف اهم من فكرة الريال وبرشلونة ما بيلعبوش دوري لوحدهم لا ده بيلعبوا دوري مع 18 نادي تاني فبالتالي لازم الكل يكون حريص على تجافق الفرص ما بين الاندية في الفترة اللي جاية كمان في جزئية مهمة جدا اجتماعات الامس واجتماعات اليوم او الهدف منها ان مهم جدا في الفترة الجاية نكون حريصين على ان الاخطاء الادارية اللي حصلت الفترة الاخيرة ما تتقررش خلال الفترة الجاية ومهمة او خلال الفترة الجاية نقول لنا نكون حريصين على انتظام المسابقة خلال الفترة اللي جاية في عندنا تفاصيل كتير وفي بيانات خرجت منذ دقائق قليلة واخبار مهمة كمان في تدريبات فريق النازل لكن اخرج الافاصل ثم نواصل الحديث بعد هذا الفاصل